المطلوب بقى مننا ترتق ودانك بقى وفانجي لعينيك وبصيلي كويس اول حاجة ان احنا نبقى في تصنيف عالي لان افريقيا حيتقاهل منها تسعة ونص منتخب وانت موجود عندك عشر مجموعات فحضرتك الاول من كل مجموعة حيتقاهل تقريبا لنهاية كأس العالم ممكن يكونوا عشر منتخبات طول من انت في تصنيف عالي طول من انت لحتقابل لا كاميرون ولا جزائر ولا ساحل عاج ولا المنتخبات ولا المغرب ولا تونس ولا السنغال ولا الحاجات دي طول من انت في تصنيف اول انا بقول لحضرك اهو عشان تعرف انت هتوصل كأس العالم ازاي خلي بال حضراتكم دول القارة الافريقية كلها يعني اللي بتشارك في التصفيات يعني اقولولي كام عشان ما اقولش رقم ابقى غلطان فيه يعني تقريبا خمسين في المية خمسين في المية من القارة الافريقية حيتأهلوا الكاس العالم احنا لما تأهلنا سنة تسعين كانوا فرقتين الكاميرون ومصر وابلاه كان منتخب واحد كان زائر مرة وكان الكاميرون مرة بعد عرض الكاميرون الرائعة زودوا ادوا الافريق للمقاعدين بقت الكاميرون ومصر بعد النتاج الرائعة بدوا يزودوا المقاعد لحد بقت خمسة النهاردة انت داخل في عشر مقاعد يبقى سياتلك مطلوب منك وانت مغمط كده انك تبقى من ضمن الستة السبعة التمانية الاوائل في التصنيف الافريقي وده مش صعب صحيح خسرنا من اثيوبيا في التصفيات لكنها كانت مرحلة لن تتكرر مرة اخر فانت من دلوقت اهو مطشطك الدولية تختارها باعناية شديدة جدا الودية اهو بحس تختار المنتخبات اللي تعرف من خلالها تحصل على نقاط نمرة اتنين نتائجك في التصفيات لازم تكون عالية نمرة تلاتة ان شاء الله لما توصل النهائيات توصل لمرحلة متقدمة في الترتيب عشان ما تطلعش انا متدور الاولاني عشان تضمن تبقى من ضمن العشر الاوائل او التمانية الاوائل هنا هتجيلك منتخبات اقل لانه الكبار هيبقى الكاميرا عراس مجموعة بقى الجزال عراس مجموعة بقى التونس عراس مجموعة يبقى المغرب عراس مجموعة تبقى كودفراء عراس مجموعة تبقى غانة على راس مجموعة مثلا يعني عملا اقول من الذاكرة كده يعني وبالتالي هيجيلك بقى منتخبات هينة يبقى معاك ثلاث منتخبات انت احسن تضمن الوصول لكاس العالم لما توصل بامر لكاس العالم لما يبقى فيه اتنين بيصعدوا وفيه اتمن توالد تضمن ان انت تتخطى دور في كاس العالم صحيح يكون دور لتنين وثلاثين مش مهم لكن يبقى اسمك عدد دور في كاس العالم فنشتغل من بدري على ان احنا ان شاء الله تصنفنا يبقى عالي قال هل بلخت اللهم فاشهد قضي الامر كده خلاص بالنسبة لكاس العالم والفيفا كمان قال التوقفات اللي في الفترة القادمة كلها عشان المنتخبات تقدر تستعد بشكل جيد يعني احنا دلوقتي تصنفنا السابع يا رب نبقى الخامس او السادس او الرابع بس ما نقلش عن ترتبنا اللي احنا فيه دلوقتي يعني